السلام الله عليكم أتمنى أنكم بألف ألف خير يا رب وأتمنى لكم عيد مبارك سعيد فعلى حسب طلبكم حبيتوا سلسات مرافقة لللحم المشوي في عيد الأضحى وفي كل أيام لنقوموا بتحذير لحم مشوي ونحتاج إلى سلسات مرافقة فبالنسبة لسلسة اليوم هي سلسة بالمايونيز ولتحذير سلسة مرافقة بالمايونيز سنحتاج إلى مايونيز وسنحتاج إلى شيء مالح ومادة حارة مادة حامدة ومادة منكهة التي ستكون عشاب ولكن قبل أن نواصلو وما تنسوش الضغط على زر لايك ففي طريقتنا لليوم سنحتاج إلى مايونيز بالنسبة للمادة المالحة سنقوم باستعمال زيتون كيفما كتشادوا زيتون أخضر عادي قمنا بفرمي على هذا الشكل بالنسبة للمادة الحارة سنستعمل هريسة أو أي سلسة حارة بالنسبة للمادة الحامدة سنستعمل عصير ليمون وبالنسبة للمادة المنكهة والعشبية سنحتاج إلى بقدونس عادي قمنا بفرمي يمكنكم أيضا استخدام إكليل جبل أو استخدام الزعتر تازج الزعتر الأخضر التازج فيعطي مادة ولدة مع اللحم المشوي سنأخذ أي إناء للخل نضع المايونيز والخلاط ثم نقوم بإضافة زيتون بهذا الشكل ثم نضيف سلسة الحارة أو الهريسة أو طاباسكو على حسب المتوفر عندكم ثم نضيف عصير ليمون ونضيف البقدونس أو الزعتر أو أكليل جبل كيف ما قلتكم نقوم بخلط ومزج كل معا وهكذا سلسةنا أصبحت جهزة بأسهل طريقة تمتمنى لكم ألف سحة وأنا وعيد مبارك سعيد السلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر